بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حياكم الله جميعا أهلا وسهلا بكم في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها بإذن الله سنكمل ما توقفنا فيه توقفنا في هذا الدرس الدرس التاسع وأخذنا كيف نتكلم مهارة التحدث أو ما تسمى بمهارة التكلم سننتقل الآن إلى الدرس التالي الوحدة الأولى الدرس العاشر استمع إلى النص الصحة بين الماضي والحاضر كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سميناً كثيراً لحم والشحم فالإنسان السمين هو الصحيح والإنسان النحيف هو المريض وكان الناس يأكلون كثيراً إذا وجدوا الطعام وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة تقدم الطب كثيراً الآن وظهر أن هناك أمراضاً تصيب الشخص السمين وهي أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض وأخذ الناس يتبعون الحمية فيتناولون طعاماً قليلاً ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين ابتعد عن السكر ضع قليلاً منه في الطعام لا تأكل الخبز الأبيض كل الخبز الأصمر لا تأكل الأرز الأبيض كل الأرز الأصمر وأصبح الناس يتبعون الحمية فيأكلون قليلاً من اللحم الأحمر والبيض ويتناولون كثيراً من السمك والدجاج والخضروات والفواكه دعا الإسلام إلى الحمية لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة قال تعالى وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرًّا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه طيب الحمد لله استمعنا قبل قليل أيها الكرام إلى هذه المحادثة كما أخبرناكم هي أو بالأصح هذا الموضوع يتكلم عن الصحة بين الماضي والحاضر وحينما نتكلم عن الصحة نتكلم عن the health طيب ننتقل إلى الأسئلة طيب لدينا أسئلة استيعاب السؤال الأول وحللناها حقيقة السؤال الأول كان يتكلم عن ضع علامة صح أمام العبارة تحت كل كلمة الماضي أو الآن كما فهمت مما قرأت ونحن حللناها سويا في الإسبوع الماضي الإنسان النحيف هو الجميل هل هذا كان في الماضي أم الآن نجده من خلال ما قرأناه أنه الآن البدانة علامة المرض البدانة علامة المرض هذه نجدها الآن المرأة النحيفة مريضة وهذه كان فكر لدى الماضي يتناول الناس طعاما كثيرا في الماضي يبتعد الناس عن الدهون نجدها أيضا في الآن التدريب الثاني وهو عبارة ضع علامة صح بجانب الفكرة الرئيسية ذمين آيديا وكانت الفكرة الرئيسية في الفقرة الأولى أنه الإنسان السمين أفضل من النحيف أما الفكرة الرئيسية في الفقرة الثانية فكانت البدانة علامة على المرض في الفقرة الثالثة كانت عن الطعام الأبيض وفي الفقرة الأخيرة التي يدعو إلى الإسلام إلى الأكل القليل هذه كانت يعني أخذنا طيب نأتي الآن إلى هذه الأمثلة وهذه الأسئلة السؤال الأول صل بين الكلمتين المتضادتين متضادتين بمعنى متعاكستين أو opposite in English طيب أو أخذنا كلمة يتشابه ما رأيكم أيها الكرام ما ضد كلمة يتشابه في البداية ما معنى كلمة يتشابه حتى أعرف ضدها لما يقول يتشابه القول علي يتشابه الحديث علي ماذا نعنب بكلمة يتشابه ما رأيكم طيب كلمة يتشابه بمعنى in English same فالمفترق أو المختلف أو الذي يختلف هو العكس من كلمة يتشابه فهنا يتشابه عكسها كلمة يختلف طيب صحيح عكسها ليست صحيح هنا بمعنى خطأ صحيح صحيح في جسمه صحيح في عقله يعني سليم لا كلمة سليم إذن صحيح مريض نحسنتم وهذا معنى آخر لكلمة صحيح دائما نعرف أن كلمة صحيح تعني correct لكن أيضا تعني كلمة الرجل السليم وذلك يقول العقل السليم في الجسم السليم وبعض الأحيان يقولون العقل الصحيح في الجسم الصحيح طيب مرض عكس كلمة مرض صحة 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 يزيد ما عكس كلمة يزيد ما رأيكم ينقص صحة سمين ما عكس كلمة سمين ما المضاد من كلمة سمين نحيف أحسنتم كثير ما رأيكم قليل قليل ممتاز أحسنتم العدد قليل نحن هنا في الكلاس فبإمكانكم أن تشاركوا بشكل مباشر طيب التدريب الثاني ضع علامة صح بجانب الشيء الذي يناسب مريض السكري والضغط وعلامة إكس أو خطأ بجانب الشيء الذي لا يناسب ما رأيكم السمك هل يناسب مريض السكري أو لا إذن إذا كنت سيناسب سأضع عبارة صح السكر سأضع عمارة خطأ وغيرها من الكلمات أخذها تباعا طيب ننتقل إلى الجزء الذي يليه طيب هنا أقسام الكلمة في اللغة العربية هناك ثلاثة أقسام للكلمة وهم اسم فعل حرف بمعنى أن لا يوجد أي جملة في اللغة العربية إلا أن تحتوي هذه إما الاسم والفعل أو الاسم والحرف أو الكل اسم وفعل وحرف والاسم هذه الأسماء يعني كل شيء يطلق على اسم حيوان أو جماد أو إنسان أو نبات ولذلك نسميه اسم الفعل الذي يصف الحركة الذي يصف الحركة أو يصف الحدث ربما يكون فعل ماضي ربما يكون فعل حاضر أو مضارع ربما يكون في الفعل المستقبل والحرف أو الأداة كما يسمونها أيضا الحرف هو لا معنى له إنما هو أداة نستخدمها في الجملة مثل حروف العطفي حروف الجري أدوات النسخي وغيرها فهذه نسميها أقسام الكلمة في اللغة العربية The part of speech we can say or the kind of word in English we have three اسم فعل حرف طيب التدريب هنا ضع كلمات الصندوق تحت الأقسام التالي كما في المثال لاحظوا لدينا في المثال اسم فعل حرف فالاسم مثله خبز فعل اختار كلمة يصلي حرف اختار حرف الواو وهنا نسميه حرف الواو كعطف أو حرف الواو كجر على حسب سياق الكلام طيب نحتاج من هذه الكلمات أن نضعها في قائمة الأسماء على سبيل المثال ساعة سويا سمك هذه في كاسم خبز مرة أخرى ما رأيكم أعطوني أسماء أريد أسماء بيض عم خولة رسول عصر وليس عصر عصر صلاة العصر أو وقت العصر صلاة لاحظوا كلها أسماء طيب أفعال قرأ يشرب يقول سافر كفعل ماضي ينام أحسنتم هذه هي الأفعال الحروف لدينا حرف إلى ولدينا لم ولدينا من أو وعلى ثم أوكي هذه حروف وأدوات طيب التدريب الثاني عين نوع الكلمة التي تحتها خط هل هي اسم أو فعل أو حرف وهنا أحتاج مشاركتكم لاحظوا في المثال الأول ابتعد عن السكر كلمة عن هل هي اسم أم فعل أو حرف أراد أن نقول حرف ووضع كلمة حرف طيب نهى الإسلام عن الإشراف ما رأيكم كلمة نهى اسم فعل حرف what do you think brother the word of نهى it's اسم it's verb it's practical or فعل حسنتم طيب الأكل الكثير يضر الإنسان the word of الإنسان اسم ممتاز يحذر الأطباء الناس يحذر فعل مضارع فعل مضارع excellent أصبحت البدانة علامة على حرف حسنتم تقدم الطب كثيرا اسم اسم أحسنتم نتناول كثيرا من السمك من حرف حرف أصبح الناس أصبح حف أحسنتم يأكلون قليلا من اللحم من حرف حرف أحسنتم وأخيرا هناك أمراض تصيب أمراض 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 ما رأيكم اسم أو فعل أو حرف اسم اسم نعم وهي صيغة الجمع من مرض صيغة الجمع the blur أوكي حسنتم طيب التدريب الثالث اقرأ الآيات وبين نوع الكلمة التي أو بين نوع الكلمات التي فيها اسم وفعل وحرف طبعا سنأخذ الآية الأولى على سبيل المثال ونحاول أن نجزئها فيه شفاء للناس ما رأيكم في كلمة فيه في حرف أحسنتم أحسنتم في حرف والها فيه اسم أحسنتم وهي ضمير يعني نرى أنها ضمير والضمير يحل مكان الاسم شفاء أحسنتم للناس للناس ما رأيكم لحرف جر أحسنتم والناس اسم اسم ممتاز هذا تقسيم الكلمة في هذه الآية الكريمة فيه شفاء للناس طيب نترك لكم الباقي في البيت تعملونه إن شاء الله أحسنتم أحسنتم إليكم طيب هنا تعبير موجه يريد منا أن نرتب الكلمات حتى تصبح جملة صحيحة أن زينب سمينة تريد تكون ما رأيكم كيف نرتب هذه الجملة عن زينب سمينة تريد تكون كيف نقوم ما الكلمة الأولى الثانية الثالثة حتى نأتي بجملة صحيحة سنحاول سويا أن نحل الجملة الأولى وبعد ذلك سنتشارك في حل البعض تفضل أخي زينب زينب أحسنت تريد تريد أحسنت أن ممتاز أن تريد أن تكون سمينة سمينة طيب ممتاز طيب دعنا نرى الجواب سويا أحسنت أحسنت تريد زينب أن تكون سمينة وأنت وضعت زينب في البداية لا بأس كلاهما صحيح أحسنت بارك الله فيك أخي طيب الثاني كنت أشعر مثلك بآلام في البطن أو البطن الثالث أخذ محمد يتناول كثيرا من الطعام الرابع الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة الفقرة الخامسة أصبح كثير من المرضى يتبعون الحمية يتبعون الحمية طيب نكمل هنا في التدريب الثاني قارن بين غذاء الناس في الماضي وغذاءهم في الحاضر ولدينا صورة عن الغذاء في الماضي وصورة عن الغذاء في الحاضر ماذا نريد؟ نريد أن نصف هذه الصورة في ثلاث جملة وهذه أيضا في ثلاث جمل يعني ربما أقول الطعام في الماضي طعام صحي وأقول الطعام في وقتنا الآن طعام غير صحي هذه جملة يعني ربما تكون مناسبة أنتم تعملون ذلك خلال استطاعتكم طيب طيب نكمل أيها الكرام نكمل أيها الكرام طيب التدريب الثالث أيضا أكتب نصائح مناسبة مستعينا بالصور كما في المثال نصائح أدفايس أوكي على سبيل المثال هذا حليب أقول له لا تشرب الحليب كامل الدسم هذه نصيحة أوكي هنا صورة الثانية أقول لا تشرب الشاي بالسكر أو قلل استخدام السكر مع الشاي صورة الثالثة ماذا أقول صورة الرابعة حتى أصل إلى صورة الأخيرة وهذا يعني نشاط لكم إن شاء الله تعملونه طيب علامات الترقيم ما هي علامات الترقيم في اللغة العربية لدينا عدة علامات حقيقة والبعض منها أمامنا واحدة من العلامات نقطة وهذه نسميها نقطة نهاية الكلام كما يسمونها في اللغة الإنجليزية فولستور وأيضاً لدينا علامة استفهام كوسم مارك ولدينا فاصلة كما ولدينا علامة تعجب إكساملينشين أوكي هذه نسميها علامات الترقيم لاحظوا طريقة الاستخدام في الجملة الأولى تناولت الدواء خلاص إذن وضعت النقطة بمعنى أن الجملة مكتملة ثم قفلت الجملة أيضاً من أين اشتريت وهنا صيغة سؤال لابد أضع أداة السؤال زينب نحيفة ومريم سمينة هذه جملتين اسمية لابد أن أفصل بينهم باستخدام الفاصلة هذه جملة مكتملة والأخرى أيضاً جملة مكتملة آخر شيء رقم أربعة سبحان الله هنا أتعجب من الشيء فأستخدم أداة التعجب أداة ماذا؟ أداة التعجب طيب الخط نوع من أنواع الخطوط خط النسخ وهذا يعني الشائع حقيقة في اللغة العربية كاستخدام لاحظ الحروف التي تنزل تحت السطر أكتبها بخط النسخ أيضاً لاحظ الحروف التي ينزل جزءاً منها تحت خط السطر أكتبها بخط النسخ يعني يريد أن نعيد كتابتها مرة أخرى الإملاء وهذا علم من علوم اللغة العربية كيف نفرق بين الألف المقصورة والياء الألف المقصورة دائماً تأتي بهذا الشكل بدون نقطتين هذه نسميها ألف مقصورة أما الياء المقصورة أو الياء فهي تأتي بنقطتين أسفل ولذلك لاحظوا على سبيل المثال على هذه ألف المقصورة وهنا علي إسم يا أم مقصورة اشترى أشتري صلى يصلي انتهى تنتهي إلى نقي متى سوري مستشفى ثانوي وحقيقة نحتاج أن نتعلم أكثر في هذه ونركز لأننا حقيقة نجد بعض الأخطاء على سبيل المثال كلمة على بدل أن يكتبها بهذا الشكل يضع أمامها أو تحتها نقطتين فيتحول المعنى من على إلى علي وأيضاً إلى يضع بعض الأحيان نقطتين في الأسفل وهذا خطأ هذا خطأ في الكتابة فنتعلم كيف نفرق بين الألف المقصورة والياء هل هناك قاعدة لذلك؟ لا لا يوجد هناك حقيقة قاعدة إنما نحتاج أننا من خلال الممارسة والحفظ والاستذكار أن نفرق ما بين الألف المقصورة والياء لاحظوا الآن هذه بعض التدريبات هذه جرى، مشى، قضى حينما أحولها إلى الفعل هل تبقى مثل ما هي ألف مقصورة؟ أو تتحول إلى ياء؟ الجواب أمامكم على سبيل المثال جرى، يجري، مشى، يمشي، قضى، يقضي، أتى، يأتي، درى يعني علمة يدري، أعطى، يعطي، أغنى، يغني، لبى، يلبي الحاج طبعاً، أمسى، يمسي، وأخيراً أهدى، يهدي فهذه لما حولناها إلى صيغة الفعل هو الفعل المضارع الياء في الأخير أصبحت ياء مقصورة وليست كما كانت في صيغة الفائل المضاء الماضي لأنه جرى ومشى وقضى صيغة فعل الماضي أتت بألف مقصورة هذا الفرق بينهم طيب هذا هو الدرس العاشر، ربما يكون آخر شيء في الدرس العاشر ونتأكد سوياً، سامحوني وأننا أخذنا جميع ما في الدروس العاشر حتى لا يبقى علينا شيء نعم، هذا هو آخر شيء في الدرس العاشر طيب، نذهب الآن إلى الدرس الحادي عشر وهذه يبدأ بأقسام الكلمة كما قسمناها سابقاً ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف وأيضاً، تعلمنا كيف نستخدم هذه الأشياء طيب، نذهب إلى الدرس الثاني عشر ما شاء الله، أخذنا شيئاً كثيراً، ولله الحمد أخيراً، أخيراً في هذا الدرس الثالث عشر طيب، ما شاء الله، نحن أخذنا الجزء الكامل لهذا اليوم اللي هو العناية بالصحة، الوحدة الأولى انتهينا ولله الحمد من جميع الدروس بهذه الوحدة أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد أيها الكرام سأترك لكم مجالاً إذا لديكم أي سؤال تريدونه أنا مرحب بهذه الأسئلة إذا لديكم سؤال أو استفسار إذا نراكم على خير استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباركاته